مشروع الكرك السياحي وسط المدينة الذي نفذته وزارة السياحة والأثار قبل سنوات بكلفة فاقت 13 مليون دينار جاء تنفيذه مغايرا لما خطط له ما جعله اليوم يؤرق أبناء وتجار المحافظة هكذا غدت جل شوارع مدينة الكرك عقب المشروع السياحي الذي نفذته وزارة السياحة والأثار قبل سنوات أرصفة ممتدة على حساب شوارع تذيق بسالكها وأزمات وإرباكات مرورية خانقة غير مسبوقة ومحل تجارية هجرها أصحابها ولم يكتب لها البقاء هذا المشروع والذي تجاوزت كلفته 13 مليون دينار ونفذ على ثلاث مراحل بهدف تطوير السياحة في المدينة بحسب ما أعلنت الوزارة حينها لم ينفذ حسب ما خطط له بحسب مراقبين فما أن أصبح واقعا ملموسا حتى تمنى المواطنون والتجار زواله هذا مشروع السياحي فاشل جدا والقائمين عليه كان من بداية غير مجزي علما أنه تهجير التجار أعطى ضرر كبير للبلدية بعملية التراخيص دخل للبلدية فوق 500 تاجر طلعوا من محافظة الكرك وهذا سبب عنا أسباب كبير للبلدية بالتراخيص أثر هذا المشروع على التجار بشكل كبير والحق الضرر بهم من ناحية تجارية والشرائية لكونه عدم دخول الناس إلى محافظة الكرك لذيق الشوارع ووسع الأرصف أدى إلى عزوف المواطنين عن دخول داخل القصبة هذا الشيء أثر في إغلاق 500 محل داخل محافظة الكرك وحوالي 500 محل لم تسجل ترخيص لغاية تالي اللحظة لا عنا ولا في البلدية و150 محل تم بيعها من مواطن لمواطن آخر وزارة السياحة والآثار تؤكد بأنها اتخذت نهجة تشاركية في هذا المشروع وأنه تم بالتشاور مع جميع الأطراف المحلية والرسمية في الكرك في وقت تؤكد أن يدها ما زالت ممدودة للجميع لمزيد من التشاور لتحسين وتطوير المشروع لتحقيق الغاية من وجوده هذا المشروع شأنه شأن أي مشروع اللي يكون عليه جدل سواء في الكرك أو في مادمة أو في جرش هي مجموعة أو منظومة المشاريع السياحية اللي قامت بها الوزارة خلال العشر سنوات الماضية لكن في نفس الوقت بدنا نقول أنه وزارة السياحة انتهجت نهجة التشاركية في اتخاذ القرارات قبل تنفيذ المشاريع هذا لا يعني أنه نرمي الحمل أو نتخلى عن مسؤوليتنا في هذا المشروع لغاية الآن وزارة السياحة يدها ممدودة للتشارك في اتخاذ ما يمكن تحسينه وما يمكن تطويره لهذا المشروع حتى يتفعل ويأدي الدور اللي يرسم إله الكراكيون ما زالوا يحلمون بوسط تجاري يخدمهم ويلبي حاجاتهم آملين أن لا يحول ضعف التخطيط أو سوء التنفيذ أمام تحقيق أحلامهم محمد الكفاوين رؤية